السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم معي في قناتكم نجمة الريف ان شاء الله تكونوا باحسن حال اليوم ان شاء الله سنشارك معكم جوج اشكال ديال ميني حريشات كجيوا رائعين جدا كجيوا الدياد بزاف كانت من الاخوات ديالي ان شاء الله الوصفة اليوم تنال اعجاب ديالكم وكذلك سنشارك معكم سمن من اروع ما يكون كجي خفيف وكجي مورق الدخل وكاد من الاخوات ديالي فاضلا وليس امران لأول مرة كتنضم القناة ديالي الاخوات تتعطجوا هاد الفيديو مع الار ديالكم والاحب والاصدقاء باش تعمل فائدة على الجميع وكذلك لأول مرة كتنضم القناة ديالي تفعل جرس باش كون محتش فيديو جديد غايتخلكم ان شاء الله انتم غايتلاحظوا معي في الاخير يعني غايتشوفوا الوصفة الي غادي انحدر معكم كيجي رائعين رائع جدا صدقوا الاخوات ديالي كيجي هاد المسمن كيجي اكتر من رائع ودابر اخوات ديالي غايتو طريقة التحضير والمكونات اللي غادي نحتاجوا في هاد الوصفة اليوم ان شاء الله لان اول حاجة غادي للدوب العجينة ديالي المسمن عند هنا يا عجينة ديالي المسمن عند هنا يا كيلو ديال دقيق عند هنا يا سبعمما وخمسين جرام ديال الدقيق النوع الجيد 250 جرام الفينو أو الدقيق الصلب مع شوية ديال الملحة كم العادة وكذلك مع معلقة مع معلقة ديال السكر أو معلقة ديال العسل أنا ما كان ديرش الخاميرة نهائيا في العجين ديالي سواء خميات الحلوة أو خميات الخبز وكذلك نجمع بالماء الماء ديال الروبيني وكيف الأخير سوف تلاحظوا معي وعلينا واحد المسمن كجي رائع وبعد ما غادي نجمع العجين ديالي يعني هاد العجين ما كان دلك هاش كما غايتلاحظوا معي الصورة غير غادي نجمعها وغادي ندروها بلاستيك وغادي يعني غادي نبلع عليها وبعد غادي ندروها في تلاجة غير تحتو صافيا أو تخليها بره تلاجة غادي نخليها يعني أنا غادي نخليها ليلة كاملة هاد العجين إلا بغيتوا يعني تخدموا فساعة النيت يعني فاتي كلوقيته تخليها بعدها ترتاح على الأقل ساعة أو ثلاثين دقيقة ساعة أو ثلاثين ديالي ساعة أو ثلاثين ديالي وغادي ندروها في هاد براستيك وغادي ندروها في هاد براستيك وغادي نحطوها على الجنب كما قلتكم أو تدروها في تلاجة بغادي ندوزو غادي نوجدو العجين الثاني عندين هي سميدة سميدية الرقيقة ديال الحرشة عندين هي خمسمائة قرام ديال السميد مع نصف كأس بين زيت المائدة والزبدة مدوبة هادرت شوية عندين درتاني الرابع ديال الزبدة وغادي ندفو عليه الزيت لانتم غايتلاحظوا معايا يعني كل شيء السورة كتوضح دائما أكتر يعني كل شيء على عينكم الأخوات درتاني هي نصف كأس بين زيت المائدة والزبدة مدوبة وغادي نضيفو واحد معلقة ديال السكوار او تضيرو معلقة ديال العسل وكذلك غادي نزيدو شوية الملحة ودابا نخلطو هاد هاد مكونات يعني هادك معلقة ديال السكوار مع شوية ديال الملحة والسميد مع الزيت والزبدة ونخليه كذلك نخليه إبات ليلة كاملة ساعة او ساعة او نصف او اكتر او اقل على حساب الوقت اللي عندكم هانتم ممكن تشوفو بعدما هاد السميدة تشبعم ماديك الزيت والزبدة دابا غادي نزيدو باقي المكونات اللي عندي هنا يا الهاد ميني حريشات عندي هنا يا خميرة ديال الحلوة سبعة جرام ومع الرأس معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخوبز ودابا غادي نجمعوا هاد المكونة ديالنا بالماء بهذه الطريقة ولكن اخوات يعني ما تعجلوش هاد العجين كما كتلاحظوا معي في الصورة دائما الصورة كتوضح اكتر لغيب الاصابع ديالي دين ديالنا بهذه الطريقة نجمع هاد العجين والعجين يجي شوية مرخوف ما يجيش قاسح بحيط البازال غادي نخليوا هاد العجين يرتح شوية على من يشرب هذيك السميدة هاد الماء ضروري العجينة باش تحصلوا على ميني حريشات يجيكم مرتبين يجيكم هشاش وبنان ضروري الأخوات تخليوا يعني العجين شوية مرخوف وخلينا على جنب حتى يشرب لنا تقريبا خمسة حتى سبعة دقايق وعندي هنا الفورماج وكذلك ثلاثة الفورماجات المثلت غادي نحاولوا غادي نخلطوهم مع بعضياتهم كيما كنتم أخاوات هاد الميني حريشات ندير جوج أشكال يعني بعجينة واحدة غادي نشكلوا منه جوج أشكال ديال الميني حريشات يعني نصف غادي نصف غادي ونصف آخر غادي نحشيه بالداخل بهذه الحوشوة ديال فورماج واحدين هي السميدة ضفت لي لها شوية ديال الزيت وغادي نخلطوه بهذا الشكل باش غادي نفندو فيها لحريشات ديالنا بعد ما جمت يعني بعد ما خليت العجين ديال هاد الحرشات هميني حريشات عفوا خليتهم احتارت أحوات قريبا سبعة دقايق حلما تشربت لي نشوي هاد السميدة الماء بعد ما كنحاولو نقلعو كمية أنا في هاد حريشات بدرت فيهم بالتقرب سبعين قراب في كل واحدة به هاد الشكل وكننفندوها في هاد السميدة وكنديروها في بعد ما غادي نشوفوا معايا لإطار باش غادي نعدلو هاد ميني حريشات يمكن لكم ديروغشي مغيطة ديال نوتيلا أو شي حاجم ومشي قرعات ديال الزياج اللي كتكون عندهم هاد المغيطة ديال بلاستيك يمكن لكم تحت هادوك غادي نعدلو فيهم حيث الأخوات ديجا عندي فيديو في القناة ديالي يعني درتهم بلا هاد الإطار اللي غادي تشوفوا معايا اليوم درتوا في غاية واحدة المغيطة ديال الشكلات وهذا هو اليوم غاية الإطار يعني أرى تواجد في المحلات اللي كي يبيعوا اللوازم ديال الحلويات كنحاول كندير فيه واحد هاد الكيمياء لكوتكم أخوات يعني عندهنا يا تقريبا سبعين جرام قدرت في كل وحدة وغادي نحاول بهذا الشكل كنضغطو عليه شوية باش ياخدينا هذيك الشكل ديال الإطار ونحاولو بها الطريقة باش يجينا الوجه دير هاد الحريشات يجي ملسا وغادي نبقى بها الطريقة الأخوات يحيط طريقة كما قلتكم مرة سهلة وانتوا ممكن تشوفوا معايا يعني بقى نقلبوهم غير حسو مع الجواني بدا كينشف العجيل غادي نحاولو نقلبوه مني حريشات ديالنا بعد الشكل ونضغطو عليهم شوية باش يجينا حتى الجهة ثانية جينا حمراء ودايبا غادي نحاولو غادي ندير ودايبا معاكم هذيك الحيشات اللي كان عمرهم الداخل بهذيك الفورماج كما كتلاحظوا معي يعني الطريقة ساهلة جدا ونفس الشيء كان فندواف هذيك السميد اللي درنا معا شوية دير الزيت ونجيبو العاشين كذلك غادي نزيد معاكم واحدة عاود ندير واحدة كيمياء ديال الفورماج في الوسط ونحاولو نضغطو عليه ونجمو على شكل كويرا ونفندوها في هذي السميد وغادي نديروهم كذلك اتيبوا بهذا الشكل كما غايتلاحظوا معايا وغادي نبقى بهذا طريق الأخوات وغادي نبقى بهذا الطريق الأخوات دائما كل مرة نبقى نصرح في الفيديو باش ما نجيبو كومشي على هاذ الفيديو تغيل بزاف حيث كما قلتكم أخوات يعني عندي تلات الأشكال هنا ضروري ما نبقى كل مرة نزر بشوية في الفيديو كما تلاحظون كما قمنا بلولين الكمية التي حصلت عليها حصلت على 15 ديال الحبة بهذا المقدار ديال السميدة 500 قرام ديال السميدة نقوم بها الشكل حتى نكمل الكمية التي لدينا كاملة من المين الحريشات يجبون محمرين ورائعين جدا ونضغط العجن المسمن كما قلت لكم ونكوره حتى الطريقة تكور المسمن طريقة عادية ومعروفة عند الآخة位 جميعا والفجر نضيف مزيد من الزيت و نرقى في العجين نشارك معكم نشارك معكم نرقى في العجين يجب أن العجين يكون رقيق اشتركوا في الفيديو الزبدة والزيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جيدا اتخليها وتكرتوا في القناة وتنبقوا بفر الحصول جيدا و تبصت تكون اضافة ، قنقِت على القناة هذا الم Engineers وأشتركوا انتوا نضيف كمية كاملة يكون رائع الأخوات يكون مورق نستمر الأخوات في طريقة التياب ودائما الأخوات العافية لا تكون مجهدة لا تكون ضعيفة لا تكون متوسطة يكون اللون يأخذ اللون الذهبي وفي نفس الوقت العافية لا تكون ضعيفة كمية نضيف كاملة وتضيف كاملة وضيف ثم نضيف نضيف كاملة نضيف ميني حلجت كذلك اللي عدلنا بلا فورماج ولكن في الاخير ستحصل على نتيجة نتيجة وحيدة ولكن يختال فوري في الماداق يعني هذي ميني حلجت بالفورماج وهذو بلا فورماج كيشيو رائعين جدا وكنتوا ان شاء الله حتى انتم تجربوهم وكذلك عندنا يا أمس من اللي عدلنا مع بعض ذيتنا كنتم ان شاء الله وصبت اليوم انا لو اعجب ديركم وتجربوهم ان شاء الله وعندنا يا الفيديو تتمت الهدى لكم وتن شاء الله سيكون مور هذي الفيديو السلام عليكم ورحمة الله تعالى